بس الاتهامات دولة الرئيس عربياً من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين أن الأردن أحد الأسباب الأساسية والرئيسية في ضياء فلسطين طيب من الذي ضيع النقب؟ وأنا بديت هذا الكلام معك هل سنعود نحن للاتهامات الطويلة؟ طيب الأردن على الأقل جيشه احتفظ بظفر الأربية والقدس من أضاع النقب؟ من أضاع كل المنطقة الجنوب فلسطين؟ من الذي احتفظ فقط بغزة؟ الأردن؟ قال الأوان للعقل العربي أن يتنبه وأن يكون صادقاً وأن لا يعيش تحت ظل الإعلام القاتل لبعض القوة أن لا يعيش تحت ظل تحلل بعض الناس من مسؤولياتها ماذا حررت سوريا من فلسطين؟ ماذا حررت لبنان؟ ماذا حررت العراق؟ ماذا حررت مصر؟ كيف يلقى الأمر على عاتق هذه الدولة الصغيرة؟ اللي يقف اللي يقول لك الأخ العزيز اللي يطول عمره الكاتب عبدالله النفيسي أنه ما في دولة اسمها الأردن وهي كيف نوجدت هاي الاسترضاء أحدهم هذه هي الأجواء التي نعيشوا فيها وبعد شوي سيطلق هذا الكلام على الكويت وعلى الإمارات وعلى يامان وعلى عمار على كل دولنا الصغيرة هل هذا هو السبب؟ هل هذه الجرائم ارتكبت من الكبار أم من الصغير؟ قبل أن أحدد الأمور بوضوع أنا وإنت مش يقول هكذا يقولون من الذي أوقعنا في هذه المطبات؟ أليس أولئك الذين رفعوا لا صوتا ويعلوا فوق صوت المعركة؟ شمال عبدالناص أنا ما قلت بيهوه مين اللي قال هذا الشعب؟ انت هر تقوله أنا لا أريد أن أقولها لا أريد أن أقولها لا صوتا يعلو على صوت المعركة كبتنا الحريات كبتنا الديمقراطية لغينا التنمية من أجل تحرير فلسطين وأن تجرى الظاهر والقافر وما بدرعا شو أسماءها وشرينا الأسلحة من كل العالم وأفقرنا شعوبنا لنحرر فلسطين لندفع الـ 67 على ظهر من نقول الكلام طيب راحة السلسة طب ماذا أنتجنا بالـ 73 كيف لنا أن نحاكم الأمور بهذه السطحية على أساس ما يقال في الإعلام ويقال في الكواليس ما هو الثمن اللي يدفعون إياه المناظرون الذين بدأونا بالانقلامات من أجل أن يحرروا فلسطين والأردن ما انقلمش ولا مرة ماذا تطلب ألا يذكر واحد احتفظ بضفار به ويأخي قدها هاكية أكن عليها دولتك التي تريدها بدك القدس أنا هيني مسؤول أظل محافظ لك بحدد الدنيا التي أستطيعها من أجل أن تقوم هذه أرض فلسطينية لك الحق فيه قلت لك انتظر هذه أرض احتلت مني أنا اللي مسؤول أن أعيدها بأي سبيل حربا سلما بالصريحة قلت لي لا مش شغلك كذا مدام احتلت ترك لي إياها أنا مسؤول عنها أتصور كمي أنا ببسط لك هذه القرارات السياسية هذه الأرض التي احتلت من الأردن مسؤولية الأردن استرجاعها لكنك جئت تقول له أنا مكري مسؤولي تكاغي تشيرها إلي أنا حر لما تحتلت بيقول لك بعد ما أحررها اعمل ما شئت فيها قلت له يا مش شغلك أنا احتبارا من اليوم أنا مسؤول عنها